ارتبعت حصيلة المصابين في المواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى مائتين وعشرين مواطنا في الضفة والقدس المحتلتين وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن بين الإصابات ثمانية عشر إصابة بالرصاص الحي وخمسة وخمسين بالأعيرة المطاطية وتسعة وثلاثين جراء استنشاق الغاز السام وعشر إصابات نتيجة التعرض للضرب وأعلنت الجمعية رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة واستنفار طواقمها العاملة في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة إثر المواجهات المتواصلة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه واشتكت الجمعية من تعرض طواقمها الطبية إلى أربعة عشر اعتداء من قوات الاحتلال إلى جانب الاعتداء على خمس سيارات إسعاف فضلا عن عرقلة عمل الطواقم وإغلاق الطرق وفي آخر تطورات الميدانية أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات ليلية قرب أحد حواجز الاحتلال في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة إلى ذلك أكد الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن ما جرى في القدس المحتلة ليس إلا البداية داعيا كل القوى إلى التوحد في القدس ومن أجلها وقال أبو مرزوق في تغريدة له مساء الأحد لقد دفعوا أهلنا دفعا لمواجهتهم ومنع مخططاتهم وما جرى في القدس ليس إلا البداية ورسالة من هؤلاء أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه فيما هاجمت رئاسة السلطة بشدة قياديا بارزا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بسبب انتقاده أداء الأجهزة الأمنية واعتدائها على تظاهرات نصات الأقصى التي رأت أنها أحداث عنف تصب في صالح الاحتلال الصهيوني وحكومته وتبقى الأوضاع الفلسطينية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل سعي سلطات الاحتلال حماية الاعتداءات المستمرة على المزيد الأقصى المبارك ومعاقبة الشعب الفلسطيني على رفضه لتدميس الأقصى من طرف الإصابات المحمية من جيش الحرب الصهيوني ترجمة نانسي قنقر